اشتركوا في القناة 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 صحب قوي ان انسان كذاب والناس مسدقان والمقابل بقى ويكذب فيها الصادق ليه دي اصعب اصعب تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لما تكون انت وتحس بالكلام دوت لما تكون موظف في مكان معين مثلا من الاماكن الاعمال الاشغال العامة والحكومية او غير ذلك او اي حتى الاشغال الخاصة وتلاقي موظف انسان مخلص جدا وعنده ضمير واخلاق وما يقبلش لقم حرام وتجد هذا الانسان يتهم وتجد في المقابل المرتشي والكذاب والمنافق واللي بيمسح جوخ واللي بيلعب بالثلاث ورقات يقولك يا سلام ده انسان فاضل ده من اكفى الموظفين عندي ده من خيرة الناس بيحصل والله وبس مع بلاوي بس مع بلاوي بتضمي القلب بتلاقي موظف جايه يبكي ويقول لي تخيل انا اللي عايش باللقم الحلال ولا يمكن ادخل على نفسي لقم حرام اتهم واللي بيسرق لا يتهم بل يبرق ويكون على الرؤوس يقول له هو ده زمنهم هو ده زمنهم ويدي دنيتهم اما تردأ ان تكون لهم الدنيا ولانا الاخرة مش مهم ان يكون ناس مصدقك ولا مكدبك المهم ان يكون ربنا سبحانه وتعالى يعلم انك صادق خبالك بقى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم الايامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما زال رجل يصدق ويتحرصتك حتى يكتب عند الله صديقا مش مهم انت مكتوب ايه عند الناس المهم ان انت عند رب الناس سبحانه وتعالى انت صديق انت انسان فاضل انت مصدق عند الله سبحانه وتعالى فمهمكش الناس تقول ايه ولا يعيدوا ايه هي الناس سابت حد في حاله ده الناس اتهمت ربنا سبحانه وتعالى يعني والله لو صاحب الانسان جبريل ما سلم المرء من قال ومن قيل قد قيل في الله اقوال مصنفة تتلى اذا رتل الكرآن ترتيلا شوف ديه والله لو صاحب الانسان جبريل لم يستم المرء من قال ومن قيل قد قيل في الله اقوال مصنفة تتلى اذا رتل الكرآن ترتيلا قيل ان له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خارقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل ده ربنا سبحانه وتعالى قالوا إنه له ولد وقالوا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى غير ذلك يعني سبحانه وتعالى يعني حاش لله سبحانه وتعالى ويعني جل جلال ويعني سبحانه وتعالى يعني الإنسان يتهم ربنا بهذه الاتهمات الشنيعة فإذا كان كل هذا في حق المولى فاطر السماوات والأرض وقيل أكثر من ذلك في حق حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما قيل أنه ساحن وكاهن وشاعر ومجنون والتهم في عرض إلى غير ذلك وده مين ده سيد ولد آدم فأنت ما تزعلش لما تصدق لما تلاقي الإنسان الكذب بيصدق وإنت بتكذب يعني إنسان يا صادق ولما تلاقي واحد تاني سبحانه وتعالى كم من حديث أنا بيس عسلم يقول سيأتي على الناس سنوات خدعات يحصل فيه إيه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبضة قالوا وما الروايبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة يا الله تلاقي واحد لا عنده علم ولا عنده دين ولا عنده حاجة وطالع يتكلم في قضايا الأمة وطالع بيحدد مصير أمة سبحان الله هي دي المسألة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين فقوعة تزعل أخوي وحبيبي وقوعة تزعل أخت الفاضلة أحيانا تلاقي أخت منكسر كده وزعلان أن هي عشان هي لابس النقاب أو لابس الخمار ما يحدش بيقدرها ولا حد بيعطيها قدرها وواحدة تاني لابس استريتش والباديو عام نشعرها في الخلاط زي بيقوله يعني تمام بتتفتح لها الأبواب المقفولة وتتحط فوق الرؤوس وقدرك أخت الفاضلة عند ربنا سبحانه وتعالى ما يهمكيش من الناس لو أن الناس كلهم بلا استثناء عملوا معاك كل هذه الأشياء لكن لك قدر عند الله فهنيئا لكي شوف النبي تعمل في إيه رايح الطائف انضرب بالحجار الحد دم نازفت الدماء الشريفة من قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألجأوه لحائط لبعض باني شيبة وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني هوان مين هوان سيد ولدي آدم وهواني على الناس بعدها مباشرة إلا حصل كأن المولى عز وجل يرسل رسالة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك يا رسول الله فتعالى واعرف قدرك في السماوات السابع وتكون رحلة الإسراء والمعرج ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى مكان لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب في مكان يسمع فيه صريف الأقلام مكان بعد صدرة منتهى صلى الله عليه وآله وسلم ده قدر النبي فأنت مهمكوش قدركم إيه عند الناس المهمة قدركم عند رب الناس سبحانه وتعالى فأسعد الناس في هذه الدنيا ممكن يكونوا ناس مش كويسين لكن مش مهم سيبهم يتهنى بالدنيا لكن أنت في النهاية أنت الحمد لله أنت سعيد في الدنيا سعيد بإيمانك سعيد بتقوان سعيد بأربك من ربنا سعيد بأربك من نبينا صلى الله عليه وسلم سعيد بإخوانك المسلمين سعيد بحبك للمسلمين وحب المسلمين ليك وسعيد في الأخرة بأربك من النبي ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة كنا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا مقيس البشر في زماننا ده اختلفت طبعا لأن شوف النبي قال إيه ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ضيط مرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر هو أشعث وأغبر ملوش قدر عند الناس مدفوع بالأبواب لو خبط على باب حد بيقفله في وش ورغم ذلك لو أقسم على الله لأبر الله قسم ممكن أمور كتيرة جدا تتغير في البلد اللي عايش فيها الراجل ده بدعوة صالحة بإقسامه على الله عز وجل ورغم ذلك هو ملوش قدر عند الناس ما يهموش المهم أن ليه قدر عند رب الناس سبحانه وتعالى في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري واقف مع الصحابة ويمر رجل غني وله شارة وله لابس لبس كده شيء قوي فيقول النبي للصحابة ما تقولون في هذا الرجل قالوا حري إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع وإن نكح أن ينكح فقال صلى الله عليه وسلم فسكت النبي فمر بعد شوية كده واحد تاني بس فخير جدا قال وما تقولون في هذا الرجل قالوا حري إن تكلم أن لا يسمع وإن شفع أن لا يشفع وإن نكح أن لا ينكح فقال النبي وأشار لهذا الرجل الفقير قال والذي نفسي بيدي لهذا الفقير دوت خير من ملء الأرض من مثل هذا هو ده مقياس عندكم أنتوا أنه ده أحسن من ده لأنه ده غني إنما ده مقياس هذا الرجل عند ربنا ده أحسن من ملء الأرض من مثل هذا يطلع ابن مسعود على شجر عشان يقتطع سواك للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن ده أحمد بسناد حسن فسقانه فيعة دقيقة فجاءت الريح فكشفت السقان فالصحابة ضحكوا فالنبي يعني زعل قال مما تضحكون قالوا نضحك من دقة سقيقال والذي نفسي بيدي لهم استقان الرفاع اللي بتضحكوا عليهم دولة لهم في الميزان يوم القيامة أثقلوا من جبل أحد وفي المقابل كما عند مسلم يقول صلى صلى الله عليه وسلم إنه لأت الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعض خلاص كده صدركم كده هديت حسيتوا إن انتوا حتى لو اتظلمتوا في الدنيا حتى لو ضحقكم حتى لو الناس اللي مش كويسة خادت حقها وانتوا اللي اتظلمتوا حتى لو الناس اللي مش كويسة اتقدرت وخادت جماز الدولة التشجيعية والتقديرية والمهلبية وانتوا محدش قدركم خالص زعلانين اوعى تزعلوا قدركم عند ربنا سبحانه وتعالى قدركم عند ربنا قد يشار لهذا الرجل بنوا نجم من النجوم وكوكب من الكواكب وانتم مشيين جنب الحيطة لكن اللي ماشي جنب الحيطة دوت وماسك كتاب ربنا ومعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله أفضل من ملء الأرض من مثل هذا ولا يهمك للجوائز ولا الناشين ولا الإعلام ولا التلميع ولا النجومية المهم ان انت تكون نجم في سماء في سماء الحق ان انت تكون نجم ان الانسان ممكن يطلع ويشتهر بين الناس بالفسق والمجون عيازا بالله لكن انت شو بقى نبي يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقض امرأتها فإن أبت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم ايقضت زوجها فإن أبا نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا كتبا عند الله أهنكم ايه يا جماعة نجوم نجوم في السماء والله كتبا عند الله ليلة اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حبيب قال بقوم وصلوا مع عزواجكم ركعتين قيام ليلة اللي لادي وكل ليلة ربنا يحفظكم ويبارك في بيوتكم ويملاها بالسعادة والسرور يا رب العالمين تعالوا نشوف العلامة رقم 27 تباهي الناس في المساجد وزخرة فتها دي من علامات الساعة صغرى ان النبي بيقول ان هيجي في اخر الزمان يا جماعة ناس هيبنوا مساجد فخمة جدا جدا من باب ايه اه فيه ناس طبعا لا نقضح في اخلاصهم انا بكلم عن علامة النبي ذكرها فيه ناس فعلا لا نقضح في اخلاصهم عمل المسجد وعملوا حلو جدا وعملوا على أرقى مستوى وعملوا مكيف مركزي وعملوا وعملوا لكن كان ابتغاء مرضات الله لها بأس جميل ربنا يبارك في عمرك لكن في المقابل فيه انسان ممكن يعمل المسجد ونحن لا نقضح في نية احد انما انا اتكلم على من ساءت نيته فهم زي فممكن تلاقي في المقابل واحد ساءت نيته عايز ابن مسجد عشان يتقال ان هو ما شاء الله بنى مسجد ضخم وعملوا وسووا وجاب فيه مش عارف مكيفات ازاي وعمل وعمل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد بسنة ان صحيح لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حتى يتباهى الناس في المساجد سيدنا بن عباس بيقول والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى اليهود والنصارى بيزخرفوا النصارى يزخرفوا في الكنائز بتاعتهم واليهود يزخرفوا في المساجد بتاعتهم او البيع بتاعتهم سبحان الله وقال انس رضي الله عنه او ارضاء يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا لا شك حبيبي ان عمارة المسجد الحقيقية في ان احنا نملاها بالطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى وليست العمارة الحقيقية في ان الجدران تبقى حمرة وصفرة وبيضة وخضرة ونجف نازل والمكيفات معمولة وكام ده كله مش هي دي عمارة المسجد وان كان جميل جدا ان انا لما اعمل مسجد اعمل مسجد صح بيقولش لأ يا جماعة بالعكس انا اسعد جدا جدا لما اخش مسجد ولا ايه معمول بشكل جميل ما يبقاش فيه زخارف جمدا لكن قليه معمول ومخدوم صح ولا ايه مكيفات جميل قوي قوي اه خصوصا بقى في الطروح يا جماعة دي بتبقى زحمة موت والناس مخنوقة والجو حر فيا سلام كده لما يكون المسجد مكيف ما شاء الله الناس بتبقى وقفة بخشوع وبتصلي وفرحانة ومبسوطة سعيدة فعلا ان الدنيا جميلة وجو حلو جوه ربنا يا جزي كل خير نمات وقاش زخرفة تلهي المصلي عن صلاته وازاك سيدنا عمر لما كان بيجدد مسجد النابع السلام قال الرجل الذي يجدد هذا المسجد قال اكنا الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس بيقوله كل اللي عايزوا منك بس سقف حلو كده تعملوا جدران تكني الناس من الشمس ومن المطر واياك ان تصفر او تحمر ما تعملش بقى زخار في جامدة علشان ما تفتنش الناس في صلاتين ما عايز اقول لحاجة اللي بيبني مسجده جماعة الخير ربنا يا رب يبارك في امروكم يا رب ويبارك في المسلمين جميعا يا رب ويقيمكم على فعل الخير اللي عايز يبني مسجد يا جماعة عايز اقول ان اللي بيبني مسجد فخم جدا بيكلفه اتنين ثلاثة مليون جنيه وفي النهاية يروح يجيب خطيب ليس عنده لعلم ولا عنده خلق ولا عنده دعوة مؤسسة على اصول ايمانية مظبوطة هذا الانسان يخرب المسجد يبقى انت كده ما عمرتش المسجد يعني انت تبقى بنيت وكلفت اتنين ثلاثة مليون وجبت واحد يخرب يخرب عقول الملايين فليست هذيع مرة المسجد لأ ده انا عايز اقول لك حاجة انت لو عملت اربع جدران في مكان واسع وسقفت المكان ده ويحس تكني الناس من المطر ومن الحر وجبت خطيب فاضل وعملت له سويندات جميلة عشان الصوت يوصل ان احيانا بعض الناس ودي لحستها بكثرة غريبة جدا بعض الناس تكلف المسجد بالمليون جنيه بيدون مبالغة بالمليون والتنين مليون ويجي عند الصوتيات اللي في المسجد يبخل يروح يشتري مكانة بربعمائة خمسمائة جنيه وسماعتين يعني ايه ما يتسباش منهم صوت ويقول لك والحمد لله بالعكس ده انت اهم حاجة المفروض تهتم بيها صوتيات المسجد ان هي فائدة المسجد ايه ان انا هخش هسمع القرآن من هذا الامام الذي سيصلي به لابد ان انا يكون صوت القرآن واصلي واضح وجميل وجلي ويكون الصوت ما شاء الله يعني ماهل المسجد كله وواعدين هسمع خب الجمعة وهسمع درس انما انا مش داخل عشان اتفرج على جدران بالعكس خلي الجدران على المحارة والدينة حتى يعني بوش بلاستيك كده ابيض وخلاص وهات سماعات جميلة وهات خطيب طيب محترم عنده دين وعنده فهم وعنده عقيدة وعنده ايمانيات وعنده علم وعلم الناس انت كده عمرت بيت ربنا سبحانه وتعالى ده كان من علامات الساعة الصغرى رقم 28 انتشار الشرك في الامة يعني ايه انتشار الشرك في الامة يعني الامة ممكن ينتشر فيها الشرك اه ممكن ينتشر فيها الشرك هل معنى كده ان الامة كلها تبقى طبعا مش ممكن تكون الامة كلها مشركة امة النبي على السلام بفضل الله سبحانه وتعالى لا تخلو من الخير ابدا لكن كلمة انتشار الشرك ان انا بحيز يقول ان هيجي وقت علينا يا جماعة فعلا فيه امور شركية ومظاهر شركية قد تكون من الشرك الاصغر وقد تكون من الشرك الاكبر لكن ستنتشر يعني حضرتك تعلم اني كم من بلدان المسلمين الان فيها من الكبور الاولياء والصالحين والى غير ذلك من يشد اليها الرحال وينظر عند تلك الكبور ويذبح عند تلك الكبور وتقدم القرابين عند تلك الكبور ولا حول الوقت ولا شك اني ده من الشرك الاكبر لو ان هذا الانسان يعلم ولا نشك ولا اخذ بالك من الحاجة ولا نقول عن هذا الرجل انه مشرك حتى نلقى عليه الحجة ان لو لقينا واحد بيطوف حوالين قبر واحد من الاولياء مثلا وبيقول ماذا دي افلان لو خلت بنت تخلف لك داست تشامع ولو خلت زوجتي مش عارف تعمل ايه ولا تخف لك مثلا اتبح دبيح عندك فهذا الانسان لا نحكم عليه انه مشرك لكن نقول انه يفعل فعل المشركين فنلقى عليه الحجة باللين وبالرحمة مش هناخده بقى بالغلزة نقول له انت مشرك وانت الدعوة الجميلة الرحيمة الحلوة ربنا يباري فيك رب العالمين هناخده على جنب منططب عليه وانكلموا باللين وبالرحمة والموعزة الحسنة وانفهموا الكلام دا حرام وانه لا يجوز لان ربنا قال فصل لربك وانحر اي صل لله وانحر يعني اذبح لله لا تذبح لغير الله سبحانه وتعالى فنعلمه ونفهمه فان اصر بعد ذلك على هذا الفعل فهيكون مشركا اما ان لم يصر على ذلك فلا نحكم عليه بهذا ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي السنة بدن صحيح لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان هتعبد الأوثان مرة تانية اي نعم هيحصل امتى في آخر الساعة ربنا يا رب يعافينا عافيك يا رب وما نحضرش وقت قيام الساعة لان لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث روى مسلم والحديث تاني روى مسلم قال صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لما تهدم الكعبة والحديث هنجيله بقى في العلامات الساعة الصغرى برضو إن من العلامات الساعة الصغرى هدم الكعبة هيهدمها رجل من الحبشة اسمه ذو الصوايقتين فقبل ما يهدمها مباشرة هتيجي الأصنام هتترص مرة تانية حوالين الكعبة ويرجع الناس يقول الشيطان لها لا الناس يقول ألا تجيبوني فياكلون فأي شيء نجيبك يقول أن ترجعوا مرة أخرى إلى عبادة الأوسان فيوافقوه وتعودوا عبادة الأوسان مرة تانية والتمهيد بيكون قبلها جماعة الشيطان ما بيقعكش مرة واحدة في عبادة الأوسان وإنما بيجي بالك واحدة واحدة قلت بقى لك الذهاب للصحراء والمشعوزين والدجالين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا خد بالك بقى مجرد بس حب استكشاف هو ما عملش حاجة لا صدقه ولا أي حاجة بس مجرد راح حب استكشاف قال لم تقبل له صلاة أربعين يوما طب له راح بقى وصدقه قال من سأل كاهنا أو عرافا فصدقهم بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم طيب العلامة رقم 29 اتخاذ المساجد طرقا يعني إيه يعني إنه عسان بيقول كما عند ابن خزيمة بسند صحيح إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين إيه معنى الكلام ده النبي بيخبر إن تعرف المسجد له قدسيته بيت الله سبحانه وتعالى له قدسيته فلما تخش المسجد سنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكهتين تحية المسجد فالنبي بيقول إن هيجي وقت على الناس قدسية المسجد هتذهب من قلوب بعض الناس وركز ما هي على رفزة بعض الناس فيحصل إن بعض الناس مثلا يمكن يكون مسجد ليه بابين الباب دو بيوصل على الشارع والباب دو بيوصل وأنا شفت الكلام ده بنفسي في بعض المسجد اللي لها بابين باب من النحادي وباب من النحادي فواحد عايز يعدي بس هيلف لفة طويلة من آخر الشارع فهمل إيه يخلع الحزاء بتاعه عزكم الله ويعدي من المسجد لحد الناحية التانية ويروح لابس الحزاء ومعدي هو لا صلى ولا أي حاجة ولا عمل أي حاجة هو مجرد بس يخذ المسجد طريق خذ إيه مسجد إيه طريق سبحان الله أنا بيقولي أن الكلام ده من علامات الساعة الصغرى بل الأعجب من ده كله أن بعض الناس بكل أسف لا يعرف المسجد إلا إذا كان يريد أن يقضي حاجة تخيل شفنا الكلام ده قدامنا جماعة تلاقي واحد فاتح وارشة قريبا من المسجد أو عنده محل قريبا من المسجد أو بائع متجول قدام المسجد لا يدخل المسجد من أجل أنه صلي ولا يكرأ قرآن ولا يذكر الله سبحانه وتعالى لكن يدخل إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء عزكم الله يأخذ حاجة ثم يخرج من بيت الله سبحانه وتعالى واللي أعجب من ده كله أن بعض الناس تحولت المساجد عندهم إلى مظاهرات سياحية أنا أذكر أن كنت في أحد أحياء القاهرة في يوم من الأيام وكنت داخل عشان أصلي صلاة العصر وإذا بهم بعد الأذان مباشرة أغلق المسجد واتمنعنا من دخول المسجد قعدنا ممنعين من دخول المسجد حوالي نصف ساعة وده كان أقرب مسجد نصلي فيه خير يا جماعة قالوا فيه وفد سياحي مؤلف من بعض النساء وبعض الرجال والنساء أريانة تماما يعني ودخلين يتفرجوا على هذا المسجد الأثري وقعدوا جوه حوالي نص ساعة يتفرجوا وعطلت الصلاة حتى الحد أما خلصوا فرجوا وخلصوا وخرجوا ثم دخلنا لنصلي في بيت الله سبحانه وتعالى فكل هذه الأشياء يا جماعة من علامات الساعة السهرة العلامة رقم 30 أخوة وحبيبي وأنا بأمر على إيه العلامات التي لها ترتب عليها تكريب بسرعة عشان إيه عايزين نوصل بقى للعلامات الكبرى بقى ونتعايش واتشوف بقى مفاجآت لا تخطر على قلب بشرة تسمعوا كلام غريب وجميل جدا جدا يخلكوا تحسوا قد إيه قد إيه دينا ده عظيم وقد إيه نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم إلا عرفنا كل دوت وقال ما تركت من خير إلا وقد دلتكم عليه وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه العلامة رقم 30 أنترد الأمة ربتها يعني ربتها يعني سيدتها الأمة اللي هي بتوازي العبد العبد يعني الرجل يقال له عبد والمرأة ليه يعني يعني ليست حر يعني يقال عنها إيه أمة فالنبي عسلم بيقول إن من علامات الساعة قد بالك بقى لما جبريل سألونا حديث في الصحيحين لما سأله عن الساعة مات الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من الساعر يعني إذا كنت إيه جبريل ما إنتش عارف أنا أعرف منين صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السبب قال فأخبرني عن أمارتها اي عن أشراطها او علامتها فقال من أشراطها ذكر من أشراطها أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأمة ربتها وفي الواية المسلم إذا ولدت الأمة ربها يعني سيدها الكلام دي حصل في حالتين يا جماعة الحال الأولية كما قال العلماء لأن العلماء اختلف في هذه مسألة يعني ترد الأمة ربتها أو ترد ربها قالوا أن الحاجة دي بتحصل في حالتين الحالة الأولى أن يكثر عقوق الوالدين وده حاصل طبعا انتشر جدا جدا في الآونة الأخيرة بالذات عقوق الوالدين ألفة هينتشر عقوق الوالدين قد بالك أخي وحبيبي فهيحصل أن الولد يعامل أمه معاملة الأمة وشفنا الكلام ده شفنا شاب بيكلم أمه عايز مثلا يأكل لها بتاعه لها أنت عايز يأكل مش يقول لها أمي بعد إذنك أمي لو سمحت يا أمي من فضلك يا أمي مش يروح يبص إيديها ويبص رأسها سبحان الله والله العظيم أنا أتعجب والله والله العظيم الواحد أقسم بله بيتعجب يعني لما تسمع عن حالات عقوق الوالدين ده في أشياء تشيب ده في أشياء تشيب والله العظيم الواحد يعني فترة كبيرة جدا جدا يا ما سمعت عن حالات يند لها الجبين الشاب اللي أمه سبحان الله أم فاضلة ربنا يا ربي يكرمها يا رب وانجات مات يرحمها يا رب العالمين أم فاضلة الست طيبة دي جزها مات وسب لها أربع كتكيت صغيرين ولدين وبنتين آه ولدين وبنتين طلعت الأربعة ما بين ده كترة وما بين يعني واحد دكتور والتاني مهندس والبنتين ده كترة ما شاء الله يعني طلعت تلت دكترة على ما أذكر القصة يعني أن كنت مش في يعني الناس حاجة منها ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يعني 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 هي صرفت حالون بقى وقضت حياتها كلها على الأولاد دولت ويقدر ربنا البنتين يتجوزوا والشاب بين واحد منهم يتجوز واحد يفضل معها فقالت له خلاص يا ابني مدومت انت اللي فضلت معي اتجوز معي في نفس الشقة أبدا ما أتكلف نفسك وإيه ودين قاعد معك أنا مش عايزة من الشقة وكان الشقة كبيرة من الشقة بتاع زمان لها خمس أوض قلت له أنا مش عايزة بغير بس أوضة بسريرها وبس خلاص يا ابني والشقة يعني هنيئة لك انت وزوجتك ربنا فيك وستحملني يا ابني بس اليومين إيه اللي فضلين في حياتي إيه اللي ربتهم وإيه اللي وصلتهم لحد ما بقوا دكترة ومهندسين وبتقوله استحملني اليومين إيه اللي فضلين يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هذا الشاب يجاوز فتاة سيئة الخلق ما عندهاش دين خالص ما تعرفش ربنا فقعدت كل يوم تقوله يا أنا يا أمك يا تطردها يا تطلقني حدا ما هذا الشاب برضو اللي ما عندهش دين وصل بالأمر إنه قرر إنه يعني يتصرف في أمه فاتصل بأخوه وقال له يعني ما تاخد أمك شوية تخليها عندك قال له لا ما قدرش أنا ما عندهش مكان تصل بأخواته البنات يا بنات يعني ما نخليها يعني أسبوع هنا وأسبوع هنا قال له ولا يمكن يعني لو جات زيارة كده ساعة بكتير قوي تمشي لما ما فيش حد من زواجنا يستحملها أبدا وستة طيبة يعني ما ياش ستة مزعج ولا حاجة سنة طيبة لكن ما فيش حد مستحمل فيقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هذا الشاب يقرر في اللحظة ديت إنه هو يروح يتصرف أمه ديت يروح يوديها أي مكان خدر كبها في العربية وطير على صحراء مدينة مصر يمكن حدكوا على فين القصة وجيه في الصحراء كده ونتداخلين كده على طريق السويس وراح اللي هنزل يا أم هنا بس لحظة يجي بحاجة من روح هتصحبه ورجعلك حالا قلت لي ابني طب هتسيبني هنا فين يا ابني قال لا بس عشان ما يتأخرش عليه وبسرعة وهجي لك وساب أمه على الرصيف من الساعة عشر الصبح لحد أداني المغرب والأم جلسة على الرصيف تبكي لحد أما في الآخر خالص بدأت تقف وتشاور للعربيات بدأت العربات تيجي في مالك يا أمي قالت له ابني رماني في الشارع بعد أما ربيت وعملت فيه والأم كان قلبها بيحترق من الألم بيحترق من الألم فعلا سبحان الله فما كان من هذا الرجل الطيب بيتها ست يعني بسيطة وما تعرفش حاجة في الدنيا لدرجة هي ما تعرفش حاجة غير أن هي سكنة في مدينة مصر بس إنما فين هي ما تعرفش حتى بيتها فيقدر ربنا سبحانه وتعالى إن رجل يعني أعلن إعلان في الجرائد وعشان ابنها يجي أخدها ما جاش خالص ولا سأل فيها فأضطروا في إنها إنهم يحطوها في دار المسنين قالت أتخيل حضرتك إن مثل هذا الشاب ربنا يبارك له يعني سبحان الله يعني أذكر أيضا رجل فاضل من خيرة الناس أنا أعرفه جيدا والله رجل من خيرة الناس يعني لانه يزكي على الله سبحانه وتعالى برضو كان عنده ولد وده ابن الوحيد يعني على بنت تانية ابن الوحيد وأكرمه وعمل معا اللي ما يتعملش علمه في أحسن مدارس وأنفق عليه دم قلبه وصرف عليه الغالي والنفيس وكل ده وفي النهاية لما تزوج هذا الشاب الرجل بنفسه راح اشترى له الشقة على حسابه وجاب له العربية على حسابه وفرش له الشقة على حسابه وده له فلوس الشبكة على حسابه وفي الآخر لما تزوج هذا الشاب بكل أسف ممكن يمر عليه ورب الكعبة بالسنتين وبالثلاث سنين ما يرفعش سماعة التلفون على أبوه إلا لو كان عايز فلوس أو عايز حاجة سبحان الله تشوف مدى بقى العقوق اللي ممكن يقطع قلب الإنسان في مثل هذه المسائل فعلا احنا بنتعرض لمأساة أخلاقية من عقوق الوالدين انا بقول كلمة صغيرة خالص دي الشباب والبنات اللي بيعقوا أباء ومماتهم والله الذي لا إله غيره اللي هيعقوا أم وابوها يندم في يوم لا ينفع فيه الندم ولا تشجي فيه الحصرة انا بقول لكم تجربة شخصية الاخوكم الصغير اقسم بالله ان اي خير حصل في ديني او في دنيتي كله بفضل الله اولا ثم بفضل دعوة ام الله رحمه رحمة وسعة اللي فصت بدعوتها واللهم لكن الحمد ان فصت بدعوتها بفضل الله سبحانه وانا باحتسب ان دعوتها كلها تبقى في مزان حسنة وحسنة والدي ربنا يشفي رب العالمين الشيء في موضوع انتلد الامة ربتها معناها ايه معناها ان يعامل الولد امه او يعامل الولد أمهات وأولادهم إنه واحد يكون عنده أمة وتزوجها وأنجب منها غير ذلك فبعد ما أنجب منها راح باعها وخبالك فباع مين باع أم أم ابنه فالابن ضارت عليه الأيام وهو كان صغير ما عرفش جيد أمه وتمر الأيام لحد ما يجي في يوم من الأيام ويروح سوق العبيد فيشتري أمه وهو لا يدري فبزي يبقى تاري ده الأمة ربتها أو ربها ولا حولها ولا قتل أم الله رقم ثلاثة من علامات الساعة الصغرى وقوع الخصف والمسخ والقذف إيه الخصف والقذف والمسخ يعني إيه الخصف هو أن يخسف بالإنسان تفتح الأرض فيخسف بيه زي ما حصل لقارون وزي ما حصل بقى لأمم كثيرة جدا من ضمنها أمم كثيرة جدا من الفراعين إلى غير ذلك خصف أن الأرض تفتح فيخسف بيه والمسخ أن يمسخ كردة أو خنزير والقذف أن يقذف بالحجارة يبقى النبع سام بيقول كما عند ابن ماجة بإسناد صحيح بين يدي الساعة مسخ وخصف وقذف خبالك بقى حصل وعيد مخصوص وحطه تحت كده إيه يعني ميت خط وعيد مخصوص بالوقوبة ديت لأهل المعازف والخمور هذا ليس كلاما هذا كلام حبيبكم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه التلمذي بسند صحيح قال في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا رسول الله خبالك بقولها يحصل في الأمة خصف ومسخ وقذف إمتى يا رسول الله قال إذا ظهرت القيان وفي رواية القينات للمغنيات القيان المغنين ماشي والمعازف وشربت الخمور إذا ظهرت القيان والمعازف للمزيكة وشربت الخمور في الوقت دوت بيعراضوا نفسهم لوقوع الخصف والقذف والمسخ والحديث رواه التلمذي بسند صحيح حديث ثالث رواه بن ماجهة بسند صحيح حديث والله يمكن أنا عارف أني في ناس كثيرة ممكن من يكونش سمع هذه الحديث دي لكن اسمع وتدبر وشوف أديه عقبة المعاصي أديه وخيمة قال صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها خد بالك هيسموها إيه زي ما أول تركب في درسة قبل كده هيسموها شامبانيا ويسكي ويت اند بلاك اند ويت ايه ميدن كده نفزاكر انت وجوفاز يسموها كين عبد العال بطل الأبطال يسموها أي حاجة تسئيفا قال صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير والله العظيم محتاجة عيد الحديث داتاني بس تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لأ شربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير إيه بغير اسمها ليه إيه مشروبات روحية شامبانيا وويسكي الأسماء ليه إليها تبقى خفيفة أوى على النفس مش هيقول لك إيه خد اشرب خمر لا يقول لك خد إيه كاس ويسكي لو شبابك خد كاس شامبانيا خليك لارج أو خليك ثلاثة اكس لارج واخد بالك وبعدين يقول لك مش عارف طب شربت الخمر طب تعالى بقى ناسمع بقى حتيتين مزيكة كده مش عارف لمين والمين والكلام ده كله قال صلى الله عليه وسلم يعزفوا على رؤوسهم بالمعازف يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير المسخ ده يا جماعة هل مسخ حقيقي ولا معلوي يعني إيه يعني هل فعلا الناس ديت ممكن تمسخ فعلا قردة وخنازير ولا المسخ ده مسخ للقلب فقط طبعا بعض أهل العلم زي الحافظ ابن كثير وزي ابن عباس رضا الله عنهما وعدد كبير جدا من قيمة التفسير قالوا المسخ حقيقي يعني المسخ ممكن إنسان يمسخ قردة أو خنزيرا وربينا عافينا لكن ذهب مجاهد أبو العلي وقتد إلا أن المسخ مسخ معله والحقيقة الرأي الأولين هو الأصح وده اللي نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العرب فعلا نرجح الأول اللي هو إيه إن المسخ بيكون حقيقي لكن حتى لو كان المسخ مش حقيقي يعني المسخ يكون معنوي يعني المسخ ده يكون لإيه للقلب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يبقى لما القلب يمسخ عيزا بالله إذا هذا الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأثر بموعظة ولا يتأثر بالقرآن ولا يستطيع أنه ينفذ أي أمر من أمر الله كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون ولذلك أمينا عيشة في حديث أيضا نرواد ترميزي بسنة صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر هذه الأمة خسف وقصف ومسخ قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث لما يكتر الخبث لما تكتر المعاصر لما تكتر الزنوب وما فيش حد لا بينكر ولا بيأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر طبعا نحن نقول لما نأمر بالمعروف نأمر بالمعروف بكل معروف وننهى عن المنكر بلا منكر وخبالك لو حصل بقى أن الناس سابتها كده سابهلالة زيقوله كده اللفظ اللي بيقوله الناس وخلاص يا عم سيبك من الناس وسيبك لا يدركوا من ضلة إذا اهتديتوا ويفهموا الآية على غير فهمها قالت بالك والدنيا كلها تبقى سدحمة دحم المعاصي جهارا نهارا قدام الناس في الوقت ده ممكن يقع العقوبة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تعالوا نشوف العلامة رقم 32 حيا علامة يعني علامة أنا على أحد من الناس يعني بقول يا رب يا رب يعني فعلا ألطف بالمسلمين وألف بين أولوبهم يا رب العلامة الرقم 32 التناكر بين الناس التناكر بين الناس هنقول العلامة دي ونطلع فصل على طول حديث رأى أحمد بسناد حسن عن حذيفة ابن اليمان أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة حديث طويل فذكر النبي من أشراط الساعة ويلقى التناكر بين الناس فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا صدقت يا رسول الله ومن غير ما نسمع الحديث ده هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم شوف النبي بيقوله بيقوله أنه يجي من ضمن علامات الساعة الصغرى أن احنا هنوصل لمرحلة من اللا أخلاقيات أن الناس أو بعض الناس محدش عايز يعرف حد يقولك إيه اقفل بابك على نفسك وما يكش نعب الناس اقفل بابك يا ابن الدنيا كلها بقت فتن الناس بقت أعوذ بالله الناس 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 فحصل تناكر ما حدش عايز يعرف حد الله يرحمك يا أمي ويرحم أمهات المسلمين يا رب على الحب اللي كانوا بينشروه بين الجيران وبين الأرايب وبين الحبايب وقدق الألفة والمودة كانت ملي حياتي الناس دي كانت حاجة تانية خالص كانوا جيل عجيب جيل عجيب جدا جدا كان قلوبهم مليانة حب شوف يا أخي سبحان الله شوف بركة المحبة لبين الناس أنا الحقيقة موضوع خطير جدا عشان كده نحن أجل الكلام في النقطة دي بعد الفاصل قصير يعني نطلع الفاصل المدني ممكن طيب نطلع نطلع الفاصل قصير ونجعلكم خليكم معايا بس يصلى على النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وحبيبي وعلتي وناسي ربنا يبارك لي فيك يا رب واجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين العلامة رقم 32 قلنا التناكر بين الناس إن النبي ذكر من أشرة الساعة ويلقى التناكر بين الناس فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا سبحان الله بركة المحبة يا جماعة والتقالب بين الناس والمحبة بركتها لا تتخيروها يعني النبي لما أخى بين المهاجرين والأنصار فكان من دمن اللي النبي أخى ما بينهم كان سعد بن ربيع الحديث في البخاري سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عف خذ بالك بقى سعد بن ربيع طبعا كلكم عرفين القصة بس أنا عايزة أعلق على نقطة معانا سعد بن ربيع لما قال لعبد الرحمن بن عف قال له إني لمن أكثر الأنصار مالا فاخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك وطلقها لك فإن مرت عدتها فزوجتها أنت فقال له عبد الرحمن بن عف بارك الله في أهلك ومالك ولكن ضلان على السوق يعني ده بيعطي إيثار وده بيعطي إيه عفة ما شاء الله شوف ربنا يقدر إن الاتنين يكافأوا بسبب المحبة اللي كانت ما بينهم الاتنين يكافأوا يوم سعد بن ربيع ربنا يكرمه ويبارك له في أمه ويشم رائحة الجنة هو في غزة أحد والنبي يبعث له السلام وهو في الرمق الأخير من حياته سبحان الله وعبد الرحمن بن عوف اللي هو عف عن فلوس سعد بن ربيع ربنا يوسع عليه لدرجة إنه سبحان الله في يوم الآيام زي ما أنتوا عارفين في عهد يعني بعد موفات النبع السلام يعني جات له تسعمائة ناقة من الشام ومن الإيمان بأقطع بها وأحلسها بالبضايا بتاعتها يعني جعلها كلها لله بفضل الله سبحانه وتعالى وكان من العشرة المبشرين بالجنة فالتنين كوفقوا بسبب المحبة طبعا بسبب إيمانهم بالله أولا واتباعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أيضا كان من دون أسباب المحبة الجميلة الخالصة لوجه الله التي كانت بين عبد الرحمن بن عوف وكانت بين سعد بن ربيع سبحان الله زي ما أقول لكم التقالف بين الناس والتعاون بين الناس بتكون سبب حلول البركة ممكن أنا حكيت لحضراتكم قبل كده قصة هذه المرأة المرأة كانت غنية جدا وعيشها مع زوجها كان غني جدا ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن زوجها مات فأنفقت مات تبقى من المال وافتأرت ما بقاش معها فلوس خافت أن الناس تشمت فيها فراحت خرجها من القارة اللي هي فيها وراحت لبلد بعيدة فدخلت البلد البنات جعانين كان عندها تحوالي تلتب بنات جعانين مش لقين يكلوا فحطتهم في مسجد وقالت أبحث لكم عن طعام بس لقيت شيخ مسلم جاي معاه مجموعة من طلاب العلم فقالت السلام عليكم عليكم السلام أنا مرأة من بلدي كذا ووضعي كذا والحصر كذا ومحتاجة بس مكان في بناتي ولقمة يعني يكلوها فقال وما الذي يدرين أنك مرأة مسلمة شريفة أقيم عندي الحجة اثبتي لي أن أنت مسلمة شريفة قالت وكيف أثبت لك أنا غريبة عن هذه البلد يعني محدش عرفني فتركها الشيخ وانطلب بعدها بديئتين ثلاثة قابلها رجل مجوسي ومعه طلابه برضو معه تلاميزم فلقيت هذا الرجل المجوسي وقالت له حكيت لك السيطة فقال لها طب ابق مكانك وراح البيت وخلى زوجته تروح تجيبها هذه المرأة وبنتها وراح ودوها البيت وقعدت في المكان اللي فيه الحريم يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الشيخ المسلم ده في الليلة دي يتنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو وقف جنب النبي فرأى قصر جميل جدا من أروع يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر فبقول لمن هذا القصر يا رسول الله قال هذا لرجل مسلم شريف فقال يا رسول الله أنا أنا رجل مسلم شريف قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندي الحجة على أنك مسلم شريف قال يا رسول الله أنا مسلم قال أقم عندي الحجة قال كيف أقيم الحجة قد بالك وأنا هنا لا يعرفني أحد قال وكيف كانت المرأة المسلمة تقيم عندك الحج على أنها مسلمة شريفة فالقصر ليس لك الرجل المسلم ده استيقظ من النوم هو فزع وخرج بره عشان يدور على هذه المرأة عشان يجيبها هي وبنتها ويعيشهم عنده ويقدر ربنا سبحانه وتعالى سأل يمين شمال قال له ده عند الرجل المجوسي فراح طرق عليه الباب فطلع الرجل المجوسي فقال له الشيخ المسلم أريد تلك المرأة وأولادها أو بناتهم قال لا لا أستطيع قال له أعطيك أربع تلف دينار وتتركهم قال والله لا أستطيع فإن القصر الذي رأيته أنت رأيته أنا وقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم القصر لك ولأهل بيتك فوالله ما بتنا في تلك الليلة الماضية أنا وأسرتي وزوجتي وبناتي إلا وقد أسلمنا لله جل وعلا على يد هذه المرأة المسلمة الشريفة فشاهد في الموضوع شوف البركة تحل إزاي قصة تانية جميلة جدا رجل برضو فقير جدا جدا وكان شغرته صياد سمك يروح يصطاد السمك وبعدين يبقى السمك في السوق وبعد بثمن الفلوس ديت يروح يجيب أكل لبناته ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن في يوم الآيام قعد بقاله يومين كلهم يروح يصطاد مفيش أي سمك يطلع معاه قاعدين ولاده بقالهم يومين جعانين مش راقين ياكلهم ما كان منه إلا إنه توكر على الله في اليوم الثالث وراح يصطاد فصطاد ربنا أكرمه بسامكة كبيرة راح باعها جاب فلوس كويسة ما شاء الله ولسه رايح السوق عشان يشتري أكل بقى لولاده فاشترى الأكل هو راجع فرحان بقى ولاده بعد يومين جعانين ورايح بقى يجيب لهم الأكل وإذا به يجد امرأة جالسة على الطريق تبكي يسألها ما الذي حملك على البكاء قالت له عندي تلب بنات أيتام بقى لهم ثلاثة يام ما كاروش ولا لؤمة فقال طب أنا ولادي ما كاروش بقى لهم يومين وضل ما كاروش بقى لهم ثلاثة يام هم أولى رحمة ديها الأكل وعاد حزينا يعني طب يا رب ده الحمد لله لما صدقت إنها فرجت عشان ولادي يكلوا بقى يوم ما تفرج أروح أندل الأكل للناس هو مش ندمان بس حزين عشان ولاده وإذا به فجأة يا ربنا يا ربنا يصل له من ينادي علي يا فلان أنت فلان الفلان قال له أي وقال له يا أخي سبحان الله أنا أبحث عن والدك من ثمان سنوات والدك كان شريك والدي وكان طارق معه صاروة كبيرة جدا ولما أبوك مات وانتو عزلتم مش عارفين مكانكم خذ يا ابني الصروة دي من حقكم أنتم ربنا يبارف فيكم فأخذ الثروة وكان من أغنى الناس يعني سبحان الله ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم ارحموا من في الأرض يا رحمكم من في السماء لسه قبل الفاصل كنت بقول لربنا يرحمك يا أمي فعلا يعني اتربنا التربية على الحب والألفة بين المسلمين أنا أذكر ودي حاجة شخصية وبسيطة لكن أذكر أن كانت أم الله رحمه رحمه رحمة الرحل كانت لها سلا تطبخ طبخ هذا أي حاجة مثلا أي حاجة تكتر الأكل وبوظة نهاية عاملة مثلا محضراني خمس ست صحون كده Peak يعني وتقول حبيبه اطلع الامفلانة بالصحن ده بالطبقة ده واطلع الامفلانة بالطبقة ده وهكذا وتحدد لأسماء فاخد ان الطبق متغطي كده ويروح سلام عليك وامي بتسلم على حضرتك وبتقول الحقيقة اتفضلت يقدر ربنا سبحانه وتعالى وهي بلا قصد لكن هي المسألة مسألة تآلف قلوب وتوافق قلوب وفاجأ ان دي بسلمها طبق ملوخية استلم منها طبق مسقعة التانية بسلمها طبق ملوخية استلم طبق بمية التالتة يعني كنا بنعمل تشكيل الله اكبر يعني ياخد بالك اللي قصد طبعا مش ان انت بتعمل كده عشان تجد المقابل لا هي قلوبهم متألفة ناس بيحبوا بعض وبيحبوا الخير لبعض فكان كل واحدة بتطبخ من جواها بتقول لازم اعمل حساب حبيبتي فلانا واعمل حساب حبيبتي فلانا فالقلوب كانت متألفة وكان ربنا مبارك كان ربنا مبارك كانت الام تطبخ طبقة تلاقي عندك على الصفرة ولا على الطبلية قعدت الطبلية الجميلة البسيطة بتاعت زمان ربنا يبارك فأعمركم جميعا ويحفظنا اياكم يا رب العالم من كل سوء كان تلاقي على الطبلية ولا على الصفرة تلاقي مثلا سبع تمن أصناف والأم ما تبختش إلا صنف واحد أو صنفين كل ده ببركة الحب والتقالف بين المسلمين ربنا يرزقنا اياكم الحب والتقالف رقم تلاتة وتلاتين من علامات ساعة صغرة تسليم الخاصة يعني ايه تسليم الخاصة تعالي شوف الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا كما عند احمد بسند حسن ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة والحديث التاني رأوا احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشراط الساعة ان يسلم الرجل وعلى الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة عرفت بقى يعني واحد ماشي في شارع فلما عايز يسلم على حد يقولك ما سلمش غير على ايه غير على الله عرفه معين النبي بقى سنة لنا غير ذلك قال سلم على من تعرف ومن لا تعرف اخبرك سلم على من تعرف ومن لا تعرف قد يعترض عليها معترض يقول بس النبي نهانا ان نبدأ اهل الكتاب بالسلام لو علمت انه من اهل الكتاب فلا تبدأوا بالسلام لكن لو لم تعلم انه من اهل الكتاب فسلم على من تعرف ومن لا تعرف وان سلم عليك رجل من اهل الكتاب فالسلام عليك يقول وعليكم وعليكم وان وجدت مسلما واقفا بين بعض اهل الكتاب فسلم بنية ان يصل السلام الى المسلم الذي يقب بينه ناسألة فيها ساعة ناسألة ايه؟ فيها ساعة فالشاهد في الموضوع ان انت تفشي السلام طب ايه فايدة افشاء السلام ده فايدة عظيمة جدا جدا وخطيرة جدا فوق ما تتصور وليس المقصود اخواني واحبابي هو السلام نفسه لا انما المقصود هو ثمرته السلام فهمنا اكتر بعش المسألة تبقى واضحة يعني ايه الكلام ده يعني انا ممكن الياردة وانا ماشي فلقيت واحد واقف فقول له السلام عليكم ورحمة الله انا كده سلمت عليهم وممكن اليار واحد تاني وامقول له السلام عليكم يعني ايه فهم ازاي طلع كده ايه من تحت درس يعني وانا مش طيق ابصره يبقى انا كده بدل ما حببه فيه انا كرهته فيه او ان انا اشوف واحد وبدل ما اسلم عليه او عمله كده او هاي شاي قايف هاي فهم ازاي او هوريون يحمدو السلامة بقى اخو بالك لا ده انا عايز عايز افشاء السلام افشاء السلام ولذلك هنكون حملة الاسبوع ده يا جماعة حملة الاسبوع اخي اعصام حجازي سامع اخي اخي محمد المشد حملة الاسبوع ده ان شاء الله حملة افشاء السلام اللي احنا عايزين نفشي نفشي عارف افشاء حقا كده زي انتشار بتنتشر فهم زي افشاء السلام تفشي السلام علي الناس قبلك عيب اوي 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 انه واحد يبقى ماشي وراجل باسمته اهل السنة وشوف الناس ما يسلمش عليهم لان هم مش ملتحين ليه والمش ملتح ده كفر يعني سلم على الناس يا اخوي وحبيبي سلموا على الناس اخت تكون منتخبة وتمشي مثلا تلاقي واحدة لابسة مثلا حجاب بسيط ليه ما تسلميش سلمي سلم على اخواتك ربنا يبير فيك وربنا يجعلك سبب ان هم يرتقوا اكتر واكتر ايمانيا عايزين نحب الناس والناس تحبنا عايزين يتقال اه يا عم ده هم دول ما بيسلمش غير على بعض مين يقول الكلام ده اي عاقل في الدنيا يقول الكلام ده ده كلام غير صحيح لا سلم على الناس كلهم وانت ماشي طول ما انت ماشي السلام عليكم بعض الناس بتستهرب انا اذكر زمان كنت ماشي فقابلت واحد فهو فوش وفوش وكده يعني وقونا شوف في شارع دايق كده فقولوا السلام عليكم فباصل قال لي انت تعرفني قلت له نمعرفكش بس يعني بسلم عليك في حاجة يعني قال لي لا يعني قلت له لا يعني مش حق مسلم برضو قال لي اه طبعا مسلم قلت له طيب انما السلام قال سلم على من تعرف ومن لا تعرف قلت بالك انت كده بتعلم الناس سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحنا محتاجين فعلا ان احنا نفشي السلام طب تعالوا نشوف صمرة افشاء السلام صلى على حبيبك فش حاجة بلاش صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه مسلم حديث رواهين مسلم زي اذكر واحد كان وقف بكلم مع احد علماء ان الافاضل فالراجل كان بيناظره في مسألة يعني مسألة كلها يعني على بعضها ما تنفعش اصلا يعني فبيقول له لا ده ازاي ده الموضوع ده ينفع ومش اعرف ايه وكذا وكذا ده حتى في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي قال كذا حديث طبعا ايه يعني حديث في الهنظراء زي يقول يعني حديث ضعيف فالشيخ قال له بس الحديث ده مش رواه رواه مش مسلم حافظ صلاحا مستوى بكله قال لي ايه اخل اوه مسلم مسلم المسلمين يعني هو مفيش المسلم بتاع كونتو ر אתה قال ل học لا الحديث ده بقى ارواه مسلم الامام مسلم بقى قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا والله بالله عليك ركز معا 위해 من الحديث ده بالله عليك كده حس معايا كده بالسلسلة موصلة فين لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولى ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قلنا بلى يا رسول الله قال أفش السلام بينكم هعيد لك الحديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قلنا بلى يا رسول الله قال أفش السلام بينكم يبقى سلام بيوصل لمحبة ومحبة بتوصل لزيادة إيمان وزيادة إيمان بتوصل للجنة كل حاجة موصلة للتانية يبقى هنوفش السلام واللي مش هنوفش هنوفش السلام طبعا ولذلك احنا أول ما بنتلع على الشاشة بلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليه لأنها يرد علي مليون مسلم يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا خدت حسنات والمليون خدوا حسنات إيه رأيك ما ينفعش أطلع على شاشة وداخل بيوت الناس وأطلع أقول مثلا مساء الخير أو هوا ريو أو هلو أو جوتي النخة أو هاي هتلر ما ينفعش الكلام ده إيه دامش سلام لا يلزم يقول السلام عليكم وبالتعريف السلام عليكم لأن فيه ناس بتستخسر كلمة السلام يعني أي حياة كده فهم زي تقول له السلام عليكم وأقول لك طلعه وبركاته إيه طلعه وبركاته ما تعرفش يطلعه وبركاته دي إيه يعني خدت بالك يبقفش السلامة بينكم لأن دومنا علامات الساعة الصغرى تسليم الخاصة إن ما تسلمش غير على اللي انت تعرفه بس أخوه وحبيبي طول ما احنا ماشيين سلموا على الناس راكب عربية خد بالك بقى الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد والكبير والصغير يسلم على الكبير واضح يا جماعة المعاني الجميلة دي إن أنا راكب عربية فراجل ماشي على رجليه فإكراما لهذا الرجل اللي ماشي على رجليه عشان يحس إن أنا مش أحسن منه في حاجة أنا اللي ببدأ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخبالك طول ما انت ماشي يسلم على الناس راكب العربية وقفت في الشارع فجأة انت فتح إزازك واللي جنبك فتح إزازه عينيك جات على عينيه قوله السلام عليكم فاش مشكلة أنا كنت أعملي بقى في شهر رمضان كلام ده زمان طبعا يعني كان الدنيا كانت لسه يعني الدنيا رائع شوية مع الواحد كنت أجيب كتابات صغيرة كده أو أشط وأعب العربية وأنزل بقى في نهار رمضان وأفضل طول ما أنا ماشي أتعمد أمشي في شوارع زحمة وكل ما أقف جنبه عربية أشول له يفتح الإزاز أرميله الشريط أو الكتاب والسلام عليكم وعليكم السلام ويبقى ويبقى فرحان جدا طول ما ماشي عمال يعمل لي بقى نور وكالكسات ومشاف كان جو جميل كده من الحب ربنا يرزقكم وقاياكم الحب رب العالمين من علامات الساعة الصغرى العلامة رقم 34 كثرة موت الفجأة كثرة موت الفجأة إنه واحد بيسلم على حضرتك أو واحد بتسلم على حضرتك وبعدين بعد دقائق معدودات يتقلن فلان مات فلان مات فلان ده لسه مسلم عليهم من خمس دقائق مات دلوقتي حانا مات بالسخطة القلبي جات له مش عرف إيه ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين ويرزقنا حصن الخاتمة مشكلة موت الفجأة إنه هو إيه إنه هو يعني الإنسان لا يدري على أي شيء يموت على خير أم على غير ذلك مش عارف هو مات فجأة مات فجأة سبحان الله ولزي قال صلى الله عليه وسلم كما عنده التبراني في الأوسط بإسناد الحسن إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة أن يظهر إيه موت الفجأة طب إحنا نحن نعرف أنه من علامات الساعة الصغرى جماعة موت الفجأة ده يترطب علي إيه يترطب علي إيه يترطب علي التوبة الإنابة العودة إلى الله رد المظالم إنك تلحق تبر أمك وابوك لا قدش ببرهم إنك تلحق تحسن إلى جارك إنك تلحق وتكرم إخواتك اللي أنت كلت عليهم من رأسهم إنك تلحق تلحق تعمل خير ليه لإن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى إلحق نفسك وتوب قبل ما تلاقي نفسك ضعت واضح يا جماعة هي دي المسألة موت الفجأة إنني مش عارف يعني يعني ممكن أعب بكلمة في الدرس دلوقتي فجأة أنا حد يطوب بميت طب أنا استعديت ولا لا عشان كده أخوي وحبيبي بالله عليك إيه وعت نام إلا على توبة ولذلك كان سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وقعدك ما استطعت أعوذ بك من شر مما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء وذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوبة إلا أنت لو قلت حضرتك أولتها حضرتك بالليل ومت تخش الجنة ولو قلت الصبح ومت تخش الجنة لشان كده سيد الاستغفار إن أنت أوعت نام الليلة إلا على وضوء وتوبة وضوء وتوبة توضى ولأ أفكار النوم خبالك وخصوصا يريد تحافظ على حاجات معانا أقول لك عليها سيد الاستغفار عشان لو مت تخش الجنة سورة تبارك لأنك لو مت تمنع من عذاب القبر قال صلى الله عليه وسلم كما عندنا الحاكم بسألة دان صحيح سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر هذه حاجة داني حاجة التالتة آية الكرسي لأن اللي يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام بفضل الله لا يكون الشيطان عليه سلطان أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نشوف العلامة رقم 35 العلامة رقم 35 تقارب الزمان تقارب الزمان تقارب الزمان اللي نبع السلام بيقول إيه الحديث في رؤال بخاري يقول لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان مش هتقوم الساعة حتى ما الزمان إيه يتقارب فيه رواية عجيبة جدا عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار أو الضرمة بالنار إيه معنى الكلام ده النبي بيقول مش هتقوم الساعة لحد ما إيه يحصل تقارب للزمان يعني إيه واضح من النص الحديث النية أني مش هيبقى فيه بركة في الوقت هيبقى السنة السنة عفوا السنة هتكون السنة عملك هتمر كأنها شهر مره في سرعة جامدة جدا والشهر هيعد كأنه أسبوع والأسبوع يعدي كأنه يوم واليوم يعدي كأنه ساعة والساعة تعدي كأنها عود كبير كده بتولعه كده بتولع النار بي كده أو يتطفى في ساعة تخيل حضرتك أني تذهب البركة لهذه الدرجة طيب أقوال العلماء بقى تعالي نشوف أقوال العلماء بقى العلماء بقى العلماء بيقولوا إيه يعني إيه نشوف العلماء قالوا إيه في الكلام ده يعني إيه تقارب الزمان يعني تقارب الزمان الدنيا الدنيا هتبقى يعني إيه اللي يحصل فيها قالوا أربع أقوال أول حاجة سرعة مرور الوقت يعني قلة البركة وده الحقيقة الواضح من نص الحديث لان ان ده بقال ان السنة هتبقى زي الشهر في قبلك هتعد بسرعة كده كأنها شهر وزاك تتلاحظ الايام عجيبة جدا احنا عادين دلوقتي النهاردة يوم الاثنين ممكن في لمح البسط لا انا في السنة يوم الاثنين اللي جاي ولمح البسط الاثنين اللي بعده وهكذا واسأل الناس اللي عدت الخمسين سنة والستين سنة يقول لك يا سبحان الله ده انا من سن العشرين سنة للخمسين عدوا كأنهم يعني طرفة عيني كده عدوا بسرعة جديدة جدا فعلا العمر بيجري جماعة العمر بيجري والآن بتجري يعني وانا الى ربك المنتهى ودي رسالة رسالة للناس اللي بتظلم اخوانها المسلمين اللي بيظلم حده اللي بيفتر على حده اللي بيأسه على حد خير حبيبي تذكر حاجة واحدة بس ان انت مروح وهو مروح وهتقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وسيقتصوا للمظلوم من الظالم خد بالك وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ كَإِنَّ رَبِّنَا بيقول للظالم هتشوف هاعمل فيك ايه دي كفاة دي الآية دي مرعبة خد بالك فالعلماء اقوالهم في مسألة التقارب الزمان الحاجة الاولى قالوا سرعة مرور الوقت يعني قلة البركة حاجة التانية قالوا لا ده الكلام ده مقصود به ما سيكونوا في عهد المهدي وعيسى عليه السلام ان في العهد ده طبعا دي هتبقى أجمل سبع سنين مورد بالناس في الدنيا فمن كثرة الرغض والجمال ومعيشة الحلوة اللي هيمروا بيها الوقت هيعد بسرعة لدارة نوم هيقولوا ايه يعني السبع سنين عدوا بسرعة شديدة جدا وزي ما يقولوا يعني الساعات الحلوة بتمر بسرعة ده رأي تاني رأي التالت يعني تقارب الزمان قالوا يعني تقاربوا أحوال الناس في قلة الدين قالوا لما لما ينتشر الفجور والفسق والمجون وما بتتقارب أحوال الناس ففلان يعني ايه يعني فلان مثلا بيعمل خمسين معصية وفلان بيعمل تسعة واربعين وفلان تمانية واربعين يعني مسألة متقاربة انا اخب بالك او تقاربوا الناس في قلة العلم ان فلان اخب بالك من حاجة في مسألة الجهل يستوي الناس جميعا اما في مسألة العلم لا يستوي الناس كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا ما ينفعش ما ينفعش ده يستوي معداء أبدا يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين قوتوا العلم درجات أهل العلم يرفعوا درجات ولعلمائهم ورثتوا الأنبياء في مسألة الجهل يستوي فلان جاهل وفلان جاهل أزد منه في النهائن فلان جاهل وفلان جاهل ففي الجهل يستوي الناس أما في العلم يتفاوت او تتفاوت درجات الناس رقم اربعة هو المقصود بتقارب الزمان تقارب المسافات المسافات بين الناس بسبب تقدم وسائل الاتصالات والمواصلات الى غير ذلك حقيقة انا برجح الرأي الاول والرابع الاول بيليه سرعة مرور الوقت يعني قلة البركة فعلا فيه قلة بركة ان انت النهاردة يدوب يعني يدوب صحيت من النوم كلت لقمة فجأة اشتغلت شوية لقية الدور بيدا مفيش يعني دقائق لقية العصر في المغرب في القشة والدنيا عمالة بتجري وخبالك والناس الله يكون فعنا فتلاقي مفيش بركة في الوقت الوقت عمال بيجري بسرعة تنزل عشان تقضي مشوار اليوم كله راح في حين زمان ممكن كنت تنزل تقضي عشر مشوار قد تبالك يبقى دي اول حاجة والحاجة التانية برضو اللي انا ارجحها اللي هي تقارب المسافات ان فعلا زمان كان الواحد ممكن يطلع كان كفار كوريش يقولوا ان احنا نقطع اكباد الابل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في شهر كامل الان من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تاخدها في الطيارة في ساعتين مثلا وخبالك يبقى اللي كان بيقطع زمان في شهر الان بيقطع في يد ديه في ساعتين لو حبيت تسافر امريكا ممكن زمان اللي ياخدوه في المراكب ولا بتاع ياخدوه مثلا خمس ست شهور الان اتناشر ساعة ونص في الطيارة توصل امريكا واخد بالك يبقى اذا تقارب بالاضافة لده كله ان انت تقارب بقى وسائل الاتصالات بالموبايل بتحطه على دانك سلام عليكم بتكلم واحد في استراليا واخد بالك في حين الاول عشان في حين الاول علشان تكلم واحد او توصل رسالة كنت تبعت الورقة مكتوبة مع واحد يفضل ماشي شهور على ما وصل هذه الرسالة ودلوقتي بتتكلم من الفيديو كل وايه تاني مدنا قلت دلوقتي ايه سري جي سري جي سري جي ماشاء الله عليك ربني يحميك يا ابني فشاهدت الموضوع ان وسائل الاتصالات والان بقى على النت بقى انت قعد في امريكا واخوق قعد في استراليا وعلى النت وتحط كاميرا على الكمبيوتر عندك وكاميرا عنده وتشوفوا بعض وتكلموا بعض في نفس اللحظة فده من تقارب الزمان نختم باخر حاجة النهاردة عشان ما انتقولش على حضرتكم العلامة رقم 36 ظهور الكاسيات العاريات وبه نختم الدرس حاجة مؤلمة اوية اختها والله العظيم محتاجين بقى انجدد الباعة مع النبي احنا جاننا 4000 عايزين 4000 تانيين ربنا يا بارف فيك يا رب ويحفظكم امل في الله كبير وثقة في الله كبيرة في فضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عنده مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسه انك اسلمة البغت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا انا مستغرب ازاي واحدة النهار ده مسلمة تعرف ان النبي يقول ان الكاسية العارية من اهل النار وهي ما زالت مصرة على انها لا تلبس حجاب والمشكلة مش في النساء بس المشكلة في الرجال كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياتي يعني بقول لكل راجل مش عايزة اكمل خليك راجل زوجتك وبنتك لبسهم حجاب مينفعش تخلي لحمهم عرضة للناس فرجة للناس اخوه حبيبي انت عارف انا بحبك في الله وبقول لك كلام ده لان خايف عليك يا ايها الذين امنوا قوى انفسكم واهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ ومشداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نخلص من نارة هذا الكلام كله ان احنا عايزين بلاتنا واخواتنا ونساءنا يجددوا البايع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلبسوا حجابهم ان شاء الله ويبعتونوا يفرحونا الحاجة التانية عايزين حملة افشاء السلام سلم على من تعرف ومن لا تعرف بالله عليكم يا مسلمين سلموا على بعض هتحبوا بعض هتخش الجنة مع بعض ربنا يجمعنا وياكم على الخير دائما حياء الوقت معاكم بيجري بسرعة وانا بقول لاخواني اللي بعتوا اسم اس والله الذي يلاقي لها غيره انا لا اهمل اي رسالة بتوصلني على الموبايل او من خلال القناة بدع لهم بالاسم ومش لازم ارد على رسالة الموبايل لان طبعا 700 رسالة هنقع على الموبايل هرد على كل رسالة دي امتى فانا باكتفي اني بقرأ الرسالة وكل واحد طالب دعاء يطمئنوا والله لا اهمل اي رسالة الرسالة اللي بتوصلنا على الموبايل ورب الكعبة بدعينه بالاسم ربنا يبارك فيك يا رب واحفظكم ويجمعنا وياكم على الخير بحبكم في الله يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته